بسم الله الرحمن الرحيم فاستواه وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلاه فكان قابق هسين أو أدناه فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رآه أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة منتهى عندها جنة مأوا إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه كبرى أفرأيتم النات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنفى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتمها أنتم وآباؤكما ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنفى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يهني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغ من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيلي وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إن ربك واسع مغفرة إن ربك واسع مغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أماتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكداه أعنده علم الغيب فهو يراه أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفاه ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعاه وأن سعيه سوف يراه ثم يجزاه الجزاء الأوفاه وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكاه وأنه هو أمات وأحياه وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمناه وأن عليهم نشأة أخرى وأنه هو أغنى وأقناه وأنه هو رب الشعرا وأنه أهلك عادن أولى وثمود فما أبقاه وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أظلم وأطغى والمؤتفك تأمواه فغشا ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفة آزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله وعبدوا ترجمة نانسي قنقر